وبالمناسبة برضو تاريخ مبارحة كريم هو تاريخ طبعا وذكرى وفاة اللاعب يعني عفوا النهاردة لعبنا الكبير والتي توفي شاب كان عنده 23 سنة بس عام 2006 و 31 أغسطس طبعا احنا مش هننسى كابتن محمد عبدالوهاب والموهبة الجميلة الموهبة اللي كل الناس بجد حبتها وكان عنده مستقبل كبير جدا يا كريم وانتظروا لكن طبعا العمار بيادي الله كانت فاجعة أو فاجعة كبيرة جدا وقتها كلنا كنا زعلانين ناس كنا أطفال أو كان ناس كبيرة وأجيال مختلفة لكن ناس كلها كانت زعلانة وبالمناسبة مش بس عشاق نادي الأهلي أو جمهير النادي الأهلي ناس كلها كانت زعلانة في مصر بجد كل الناس لأن محمد عبدالوهاب بقى من الناس أو من الكوادر يا كريم اللي انت بتتكلم عنه من اللي هو كان فعلا بيمثل النادي الأهلي بكل ما يحمله هذا الكيان من مبادئ كان خلوق جدا كان مؤدب كان ملتزم كان لاعب مهاري حاجات كتيرة جدا قابلنا ممت طبعا بالمناسبة برضو في كذا لقاء والحد دلوقتي عشان حضراتكم برضو تبقوا عارفين وأكيد المعلومة دي عندنا كلنا بس هنفضل نأكد عليها احنا ما بننساش حد من عيلتنا يعني ممكن فرض يروح لكن فكرة البقاء والمودة وسلة الرحم مع أهله لحد هذه اللحظة في هذه المودة موجودة مع والدة كابتال محمد عبدالوهاب الله يرحمه سيدة الفاضلة المحترمة الجميلة الطيبة قوي اللي ما تقابل أي حد فينا بتقعد تدعيله وبتقعد تقول لنا قد ايه أنا مبسوطة ان انتوا لسه فاكرين محمد وغيره وغيره لا فيه امتنين فيه فيه عيلة فيه عيلة احنا منتكلم على أساسها فبس كانت دي الذكرة كان لازم ان احنا نترحم على كابتال محمد عبدالوهاب وهذه الموهبة الراحلة يعني ويعني حاجة كانت فاجئة انت فاكر طبعا الحادث ده اللي هو برضو كانت ومين ينسى الوقع دي لان هي كانت وقعة موسيفة جدا بأطارة الأحزان في كل البيوت في مصر بغض النظر عن انتماءات اصحاب البيوت دي اهلاوي زمالكاوي ايا كان فيه لعيبة كده استثنائية وجزء كبير من كونهم استثنائيين جاي من اخلاقهم ومن روحهم العلي ومن طريقتهم في التعاون مع الاخرين والحقيقة محمد عبدالوهاب رحمة الله عليه يعني لسه كان بيقول يا هادي احنا منتكلم عن رحيله وجيه هو عنده 23 سنة لسه بيقول يا هادي وكان واعد جدا وكان محبوب جدا من الكل بالنسبة لولدته ربنا يربط على قلبها يا رب يعني اكيد حاجة مش سهلة ابدا التجربة الانسانية دي حاجة صعبة جدا فربنا يعني يلهمها الصبر وهي عارفة كويس قوي ان هي ام لكل لعيبة النادي الاهلي ولكل جماهير النادي الاهلي وهي الحقيقة الست دي بتشاع طيبة وامومة فيعني بنتمنى ان ربنا يلهمها الصبر ويربط على قلبها